اشتركوا في القناة وعايزين يفرقوا طبعا ما بين الحسد يعني نقول ايه عين حسداهم ولا حاجة معمولولهم كده يعني فطبعا بعيد طبعا عن الناس اللي متدعية ان هي بتفك بقى الحسد وجلب الحبيب والقصص دي اللي مش عارفين اصلها من فصلها ايه فلا احنا معينا النهاردة فضيلة الشيخ هيجاوب من الناحية الدينية نعمل ايه بالزبط في موضوع الحسد داخل بيوتنا ايه راح ادريتك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في البداية اقول ان الناس على ثلاثة انواع مغالي مغالي ومجافي ومتوسط مغالي هذا يجعل الدنيا كلها تنصب على الحسد والامور الروحية من مسه سحر وعين وما الى ذلك مجافي ينكر هذه الامور بالكلية وهو يعلم علمي يقين ان القرآن قد جاء بها قال الله عز وجل ام يحسدون الناس على ما اتهم بس مش معطرف بالموضوع فهو مجافي ونحن معاشر اهل السنة وسط بين طرفين الطرف المجافي والطرف المغالي نحن وسط بينهما اما الحسد فقد جاء ذكره في القرآن وفي احاديث النبي العدناني صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم وهو موجود في الواقع والقصص في كتب التاريخ في امور الحسد كثيرة حتى انها وقعت في زمن الصحابة وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنتعرض لتلك المواقف ان شاء الله جل جلاله وتقدست اسمائه ولكن قبل البدء اقول لاخي المشاهد اخت المشاهدة ليس كل شيء في الكون يعني نتركه الى موارئ الطبيعة اللي العلماء بيسموه الميتافيزيكا يعني انا الان مثلا مقصرة في بيتي مهملة لزوجي غير مهتمة بنظافة بيتي ولا بنظافة جسدي ثم القي على الحسد لا انا ابذل ابذل الاسباب ثم بعد ذلك اكون عملة العلية وبعد كده ايه اشوبة ثم انظروا الى موراء الطبيعة وهنا لابد ان نفرق بين امرين بين الحسد وبين العين هل الحسد غير العين اي نعم الحسد غير العين طيب وليه هنفرق بين الحسد والعين لان العين هي الكثيرة في مجتمعنا ليه كثيرة في مجتمعنا يعني قد يعين الانسان نفسه يعني ينظر الى نفسه بعجب فيصيب نفسه بالعين نفسه وقد يعين الرجل زوجه يشوف مراته بتعمل حاجات جميلة يعينها يصيبها بالعين وقد يعين قد تعين المرأة ولدها طرى منه نجابة طرى منه سرعة استجابة الى المعلومات فتعينه وهنا لازم نفرق ما بين الحسد والعين فالحسد الحسد هي نفس هنتعامل معهم بنفس الفلسفة او بنفس الاجراءات الاحترازية والوقائية وبنفس العلاجات لكن الحسد عبارة عن تمني زوال ما عند الغير او تمني ما عند الغير مع تمني زواله تمني ما عند الغير مع تمني زواله يعني عايز اللي عندك وفي نفس الوقت كمان ايه انت ما تستفيدش بيه يعني انا اكسب وخصر اللي قدامي انا مش عايز واشتفيد باي حاجة فده الحسد طب العين العين نفس معجبة نفس معجبة ما بركت يعني ايه ما بركت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرحوله بسيدنا سهل بن حنيف سيدنا سهل بن حنيف اعد بيغتسل فرأى احد الصحابة فقال ايه ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ يعني ينم عن بيض جلده ونعومته كجلد مخبأة امرأة يعني ما رأتها الشمس يعني تمام فصرع وقع صريعا ماشي اوكي فذهب هس ازا نحريتك بس نطلع فاصل صغير ونرجع تاني ورجعنا لتاني بعد الفاصل الازان فضلتي الشيخ عايزين دلوقتي نعرف لو البيت ده فيه فعلا حسد او عين الناس اللي جوه تعرف ازاي ويعملوا ايه نستأنف بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما خلقنا الله عز وجل ما تركنا في الكون هملة يعني لم يترك هذه الامور الغير مرئية ليس لها علامات في الواقع يعني يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجساد أولاد أبناء أخي ضارعة يعني هم عاملين لكده يعني معنى الكلام مش بتغزيهم يعني فقالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال فرقيهم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فيجد جارية بها سفعة بها شحوب في اللون فيقول هذه الجارية بها سفعة استرقوا لها ابذلوا لها الروكية لو نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الشحوب وفي علامات بالدل أن هذا البيت به حسد أم لا وهذا الشخص به حسد أم لا وهذه السيدة بها حسد أم لا آه طبعا في علامات في أعراض زيها يعني الأمراض الروحية لها أعراض لابد أن تتفق حتى لا نقع تحت طائلة الدجالين والمشعوذين هناك أعراض إذا ما قامت الأعراض أنا لست في حاجة إلى أحد لأن القرآن هو الشفاء الحقيقي قالنا عز وجل وننزلوا من القرآن ما هو شفاء ما في طبيب في الكون يقدر يقول يا جماعة الدواء ده في الشفاء تمام إيه هي الأعراض بقى إيه هي الأعراض آه سواء كانت كان رجل أو امرأة تمام أول حاجة اختلاف الطبيعة يعني إيه اختلاف الطبيعة طبيعة الإنسان مثلا أعزكم الله وأكرمكم في دخول الخلاء في الحمام اختلاف الطبيعة بإسهال أو إمساك يبقى دا ينم عن جانب هنا في خلل هنبدأ ندور آه ألم في أسفل الظهر تساقط في الشعر آه برودة في الجسم مع حرارة الجو يعني الجو حر جدا وأنا بردان الجو حر أو الجو برد جدا وأنا حران التعرق من أقل مجهود من أقل مجهود أبزله أنا عرآن بعرق من أقل مجهود الهمدان النهجان أني أبقى همدان من أقل مجهود من أقل مجهود مالوش سبب طبي بعيد عن الأسباب الطبية أنا قلت لسا أفرق أو أقول لي أسأل حضرتك طب أنا دلوقتي أفرق إزاي ما بين ده حسن أنا هنا دلوقتي أنا هنا دلوقتي دماغي صدعي أبذل للركية الشرعية ولا أذهب للطبيب لتنين لتنين أبذل للركية الشرعية لأن الاستشفاء أصلا يعني ابن القيم لما تكلم عن هاجر القرآن ذكر أن من جملة الهاجر هاجر الاستشفاء بالقرآن فأنا أذهب إلى القرآن لأن الله عز وجل قال وننزله من القرآن ما هو شفاء شفاءه ورحمته للمؤمنين ولا يزيده الظالمين إلى خسر وأذهب إلى الطبيب يعني ممكن الصدعي يبقى بسبب أذن ووسطى مثلا فأنا هاخد يعني أنا دلوقتي أعمل الركية الشرعية الأول لتنين معا وبعد كده لو ما فيش نتيجة يبقى إيه أروح للدكتور بالضبط الميتافيزيكا لا هو معزرة أنا هروح للطبيب الأول ليه هروح للطبيب الأول قد يكون هناك مرض أصلا لا يستطيع أنا ما اكتشفته وما أستطيع الصبر عليه لكن أمور الركية الشرعية بالضبط الأول الطبيب الأول احنا بنقدم الطب عجز الطب ما وراء الطبيعة بقى اللي هو بيسمون العلماء الميتافيزيكا اللي هو ما وراء الطبيعة ده بقى مع القرآن اللي هو هنبدأ نشوف أعراضه وبعدين الأعراض من رحمة ربنا فينا بتبقى في المنام وفي اليقظة حتى نميز إن ده فعلا العرض ده بينم عن بينم عن عن وجود حسد أو وجود عين إن أنا أشوف عين عين أشوفها في المنام حد يقول لي أنظر أنا ما بلبسش نظارة أشوف نفسي لابس نظارة في المنام أشوف نفسي بقى من مكان عالي أشوف نفسي بقى من على السرير وأنا واصحة لقد إحنا كده دخلنا بقى في حتة تانية خالص وفي دولة الشيخ حتة القوع من مكان عالي ده ليه تفسيرات تانية خالص عشان بس الناس تبقى معانا كده لسيدة مشاهدين ويفرقوا ما بين لو أصل الحلم ده متكرر كتير عند ناس كتير أنا هقول لحضرتك في حلمين متكررين مع ناس كتير جدا بس حضرتك دايما بتزنقيني في الوقت فأنا هفتح وارجع فمش هينفع لكن هقول حلم الجاثوم إن أنا ألاقي نفسي متكتف قوي 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 في النوم وأصرخ مش قادر صوتي ما بيطلعش مش قادر ألمس أي حاجة وأرجو إن أي حد أو أتمنى إن أي حد يلمسني عشان أصحى ده بيسموا الجاثوم ده متكرر مع 2.5% حلم السقوط من مكان عالي متكرر مع 2.5% من البشر اللي أنا بقوله بقى دلوقتي إنه يبقى فيه عرض ومعه عرض تاني يبينه أنا ما بخدش بعرض واحد وأنا لما هيجيني مرض روحي سواء كان مس أو سحر أو حسد أو عين لما يجيني مرض روحي مش هيجيني عرض واحد هيجيني ما يدل ويثبت إن أنا فعلا مريض بهذا المرض الروحي اللي أنا أبذل له الركية الشرعية والأدعية النبوية وأبرأ بإذن الله جل وعلا تمام طب عشان برضو ما نطلعش بره الموضوعنا لأن الموضوع ده عايز حلقة الوحيد خالص إحنا ما تكلمناش عن البيت البيت دلوقتي انقلاب الأحوال فجأة أنا وزوجي زي الفل فجأة بنبص على أدفه الأسباب بنتخانق لأننا لتمس الأعذار وده ما كانش حالنا لأننا لتمس الأعذار لا يلتمس بعضنا لبعضهم الأذر هو تبدى للحال آه تبدى للحال تمام البيت كئيب عايز أفر منه عايز أخرج منه ممكن أشوف في البيت خيالات أشوف أننا البيت مش عايز أقعد فيه نظيف عايز يعني أبقيه على حاله دايب أيه بقى حسد والعين الحسد برضو زيادة أننا ألاقي في البيت مثلا نملي نملي كتير في غير موسمه هو الحسد والعين هو التفريقة ما بينهم بس السبب علشان احنا نقول للرجل اللي يعين أو الست اللي تعين انت عائن يعني انت بتصيبي بالعين ليه؟ ما احنا ما كملناش حديث سهل بن حنيف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لا بركت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له على ما يقتلوا أحدكم أخا إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك وهنا هنفرق ما بين حاجتين لما يعجبك حاجة برا ولما يعجبك حاجة جوه لما يعجبك حاجة جوه في نفسك فبتقولي زي ما ربنا قال ولو لقيت دخلت جنتك يقولت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أول ما تشوفي حضرتك عملتي حاجة كويسة ومبسوطة منها قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونعلمها ثقافة لولادنا ونعلمها ثقافة للمجتمع لما تلاقي حاجة في نفسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق وإن العين لا تدخل الراجل القبر يعني الراجل يبقى اللي احنا بنسميه بيسموه ايه مفتول العضلات ده بادي ايه ما علينا اه يعني لانجوتش اه لانجوتش ده الجاسد ده ده لغة الجاسد دي حاجة تانية فجأة يبقى قوي وفجأة لقيه ذبل وخس وبيموت سيدنا النبي قال كده لو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين عشان كده لازم تبقى ثقافتنا ثقافتنا أننا لما شوف حاجة أقول ما شاء الله لك وتقل لإن كانت تخصني طب إن كانت تخص حد تاني أقول تبارك الله اللهم بارك ربي بارك لازم ربي بارك ولازم تبقى ثقافة مجتمع لإنه لو بصنا في الأمراض المجتمعية والأمراض القلبية هو الحصب طبعا من الأمراض القلبية وبرضو من الأمراض المجتمعية لإن الناس تتمنى يعني واحد يقول هو ليه فلان عنده وإنت بتعترض على مين بتعترض على المنعم الذي أعطاه فأصبح وعنده ده بيحسده بعض حتى على مريض كورونا يعني مريض كورونا لما بيشفق بيحسده أنه هو خاف كل إيمان عايزين بقى نقول الحل العلاج إيه العلاج إيه أنتوا بتخلصوا آه آه آل علاج العلاج السيد المشاهد معذرة نهات ورقة وقلم طيب ورقة وقلم اكتب وراي أول حاجة المحافظة على الصلاوات الخمسة في موعدها بالنسبة للنساء وفي جماعة بالنسبة للرجال أهم صلاة صليها صلاة الفجر ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله طبعا من كان في ذمة الله فلن يطلبه الله من ذمته بشيء دي أول حاجة طب تاني حاجة آه أقول مئة مرة في الصباح ومئة مرة في المساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تاني تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد من غريوح يوميت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة شوفي بقى الأجر العظيم كتبت له مئة درجة وحطت عنه مئة خطيئة وكنا له عضل عشر رقاب من ذرية إسماعيل في رواية يعني الشاهد بتاعنا اللي احنا قلنا الحديث عليه وكنا له حرزا من الشيطان في يومه حتى يمسي وزأنها في المساء كنا له حرزا من الشيطان في يومه في ليله حتى يصبح طيب بس كده وكتفينا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكم بكلمات الله التامة ولما نازلت وذلك في كل ليلة ولما نازلت كل أعوذوا برب الناس المعاوذات كل أعوذوا برب الناس وكل أعوذوا برب الفلك كان يعوذ بهم الحسن والحسين عايز أقول للسيد المشاهد احنا برضو ما خلصناش احنا بناخد كده مقتطفات على عجالة علشان نوصل لحضرتك صورة أشبه بأن هي تكون كاملة لكن هي تنجيك من أيدي البجالين والمشعوذين حتى لا تقع تحت طائلة حبالهم طبعا هم يستنزفون أموال الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل وهذا مما لا يرتضيه الله طيب أنا عملت الكلام ده ينفع في الوقاية وينفع أيضا في العلاج في حاجة مهمة جدا 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 تنفع في العلاج أنا دلوقتي خركت مع صاحبي فلان مثلا وروحنا مثلا على سبيل المثال أكلنا في مكان ما فلما أكلنا ايه انتكلت ده كله فمرت على الفور مرت فلما مرت قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا نعمل ايه طيب اذا استغسلتم فاخسلوا تمام اخسل ايدي ووشي والمرفقين والركب والركبتين يعني واديهم للراجل اللي أنا أصدته بالعين أو السيدة اللي أصدتها بالعين فبتصب بالإلماء على ظهرها تبرأ بإذن الله وكأنما نشطت من إقال ده ثقافة الاغتسال بعد كده عليكم بروكيا الشرعية ارك نفسك ارك نفسك والقرآن بيدنا أجمعين هذا وصلى الله على محمدين وأسأل الله أن يشفي مرضانا ويشفي أمي ويشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين بشكر حضرتك جدا 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 على الفقرة وحضرتك القفل فعلا السادة المشاهدين هنطلع فاصل صغير ونواصل آخر فقرة لينا اللي فيها الفقرة الإعلانية تابعونا بقى